سيد عبد السلام خلال السنوات الماضية رغم أنها سنوات حرب أيضاً كانت هناك أمام المنظمات وأمام المراكز البحثية التي تتبعها أو المراكز البحثية المستقلة ابتداء الكثير من الفرص ما هي تلك الفرص وما هو المأمول حتى تذهب بعيداً في نتاجها العلمي؟ هل تقصد الفرص الاستقلاص التوصيات؟ تقديم خدمة للإنسانية للوطن للإنسان للحقيقة فرص في هذا السياق؟ أولاً يجب أن نؤمن بشيء أن في اليمن هناك شخة وجود مراكز البحث بالأساس حتى المراكز القائمة هي مراكز كل يتميز بجانب من الجوانب ولم تكن هناك مراكز ملمة بالوضع اليمني بشكل عام بحيث أنها تكون متفاعلة مع الوضع الميداني وأيضاً تكون مخرجاتها البحثية مناسبة وملائمة هناك هذا الشح له أسباب كثيرة أولاً أنه عدام الموجود باحثين متفرغين للأبحاث التي تتعلق بالأوضاع وارتباطاتها بالأحداث السياسية والتحولات والحروب والشيء الثاني الفترة الماضية بنت أو ركزت العملية التعليمية على وجود أكاديميين باحثين لكن ليس بالمستوى العملي الذي تحتاجه البلد في هذه الفترة جانب الثالث أيضاً عدم وجود تمويلات لمشاريع بحثية حقيقية أيضاً هذه المؤسسات بقدر تقديمها يظل كل مخرجاتها ناقصة نوعاً ما ولكن بالمجمل إذا صانع القرار استطاع أن يلم بكل هذه المخرجات التي تخرج من هذه المؤسسات البحثية رغم قلتها سيصل إلى نتيجة أثناء اتخاذ قراره مناسبة وملائمة للوضع الميداني لكن لم نجد ولم نشعر حتى أن صانع القرار يستفيد وعندما تكون مراكز البحث تطرح ولا تحصل على رد صدى خاصة من صانع القرار بالذات يشعر الإنسان أو هذه المراكز وهولى الباحثين أنهم في صحراء يسرقون لوحدهم وبالتالي تضعف تدريجياً هذه البخرجات لأنه يهتم بجانب آخر وهو جانب الحصول على أموال وجانب الذي يحصل من خلاله صدى مثل بعض المؤسسات التي أنشأت كمراكز تسمي نفسها مراكزة بحث وهي مؤسسات إعلامية تبحث عن رجع الصدى وأكثر وهذا رجع الصدى أصبح صانع القرار يهتم بالأسف يعني يمكن لموقع إخباري أن يزعج هذا المسؤول أكثر من مركز أبحاث يعطيه معلومات كاملة وشاملة حول الأحداث وحول حتى المستقبل وما يمكن عليه أن يعمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر